أنتوا الآن مع دائرة الأرصاد الجوية والأستاذ محمد شوابكي سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الورد رندا وبنهنيك بالسلام أيضا الله يسلمك يا رب تسلم يعني أستاذ محمد إحنا يوم الأحد على غير العادة كنا على موعد مع طقس كانوني بحت واختلف الجو علينا الآن عم نشوف فيه ارتفاع على درجات الحرارة على الرغم من أنه في بعض يعني شوي هوا وشوي غبرة فحبين نعرف تفاصيل أكثر عن الحالة الجوية للأيام القادمة غلبناكم معنا هذا الموسم بالعقل نحن جاهزين يعني لخدمة الوطن والمواطن بأي وقت نعم تفضل خلينا نعرف شوي أكثر عن حالة الطقس لليوم نعم بنصبح أيضا على جميع الإخوة المشاهدين لشاشتكم مثل ما تفضلتي في بداية الأسبوع تأثرت المملكة بكتلة هوائية باردة أدت بحمد الله إلى تشاقط الأمطار وانخفاض على درجات الحرارة ولكن منذ يوم أمس الثلاثة تقريبا يعني الأجواء استقرت وبدأت تؤثر على المملكة كتلة هوائية دافئة أدت منذ يوم أمس ارتفاع على درجات الحرارة قليل واعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع أيضا ارتفاع ملموس سيكون على درجات الحرارة حيث يتوقع أن تسجل العظمى اليوم الأربعاء في العاصمة عمان 23 درجة مئوية مقارنة مع يوم أمس يعني ارتفاع خمس درجات حيث تسجلت يوم أمس 18 درجة مئوية يعني وفتراند حتى الليالي القادمة إذا قارنناها مع الليالي السابقة سنلحظ أنها أيضا أكثر دفئا وتكون الأجواء فيها بعد أن كانت باردة إلى باردة جدا في المرتفعات العالية ستكون بإذن الله تعالى باردة نسبيا خاصة مع ساعات الفجر وبالنسبة لمناطق الأغوار والعقبة والبحر ميت خلال الليل أجواء لطيفة إن شاء الله يعني مثل ما ذكرنا خلال أيام القادمة ارتفاع على درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية وأعلى بقليل إن شاء الله الرياح فيها بوجه عام شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة أجواء مشمسة ربيعية دافئة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال الأيام القادمة إن شاء الله يعني درجات الحرارة على سبيل المثال مع نهاية الأسبوع في المرتفعات حوالي 25 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة حوالي 33 إلى 34 درجة مئوية وبالتالي هي أجواء مناسبة للتنزه في كافة مناطق المملكة خلال الفترة القادمة إن اعتبار من اليوم في الحقيقة أغفرندا يعني لا يوجد ما يوجب التحذير حيث الأجواء كما ذكرنا مستقرة إن شاء الله ولكن يعني يجب على الإنسان في جميع الأحوال أخذ الحيط والحذر في حياته بشكل عام إذا تسمحي لي بس يعني درجات الحرارة لهذا اليوم في العاصمة عمان 23 إلى 12 المرتفعات الشمالية 18 إلى 9 مرتفعات الشراء 22 إلى 5 مناطق البادية 25 إلى 11 في مناطق الأغوار حوالي 31 إلى 20 وفي خليج العقبة والبحر الميت 32 إلى 20 درجة مئوية بإذن الله يعني إن شاء الله أستاذ محمد نعود لأجواء ربيعية يعني لكل مشتاق لأنه إحنا كيف تحكي لك يعني حسينا شوي بالربيع رجعنا لأجواء شتوية والآن إن شاء الله يعني رح يبلش موسم الربيع فكل الشكر لإلك من دائرة الأرصاد الجوية لأستاذ محمد الشوابكي ومثل ما تفضل يعني الأيام القادمة تقص مناسب جدا لكل اللي حابب يتنزه لكل اللي حابب يشم هوى ويغير جو